وينضم إلينا من رام الله اللواء محمد المصري الخبير في شؤون الأمنية والاستراتيجية سيدة اللواء مرحبا بك هل كان متوقعا أن تأخذ مسألة أنفاق غزة هذا الزخم في وسائل الإعلام في تحليلات الخبراء العسكريين في تصريحات المسؤولين في جيش الاحتلال مسألة خير أخي عمرو مسألة خير لكافة المشاهدين الكرام ودعني أعود لموضوع الأنفاق منذ تقريبا أقصر من 15 عاما والأنفاق هي تتصدر المشهد بشكل دائما كلما شن عدوان على قطاع غزة وعلى شعبنا الفلسطيني في هذه المعركة وهذا العدوان بالتحديد أنا أعتقد أنه ليس فقط الأنفاق هي العقبة أمام الاحتلال بل إرادة القتال عند المقاتلين وصمود الشعب الفلسطيني ورفضه للتحجير وإصراره على مواجهة هذا العدوان وإفشاله إلى جانب آخر أنه كمان عقبات أخرى أنه هذه القوات الاحتلال هي أصلا غير مجهزة نفسيا ما بعد 7 أكتوبر لمواجهة معركة بهذا الحجم وتجنيد 360 أو 380 عفوا يعني مجند احتيات الآن بدوا بتسريحهم أو إعادتهم لسوق العمل وهذه هي الإخفاقات التي تواجد دولة الاحتلال ولم يحقق الإنجاز الكبير الذي يقولون عنه نحتلوا شمال غزة وبالأمس كانت السوريخ تخرج من شمال قطاع غزة وأجدت عملية تبديل أسرة في شمال قطاع غزة وبنفس الوقت حتى في المستصف ميدان فلسطين ولذلك نقول بأنه من المبكر جدا الحديث عن مآلات الحرب في قطاع غزة ومن يحكم غزة أو لا يحكم كما جادر التقرير لأن غزة لا يحكم هلا الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني الذي يقرر من هو قيادته لا تلبيب ولا من يعني يكون على هواها قريبا أو بعيدا لذلك نقول موضوع الأنفاق الذي حلم بها ربين سابقا وليس عن موضوع الأنفاق هو حلم أن يصبح صباحا ولا يجد غزة إلا وابتلحها البحر والآن الخطط التي تتخرج من الدروج يعني من بنك الأهداف الموجود لديهم هو إغراق غزة في مياه البحر وبالتالي أنا أعتقد غزة حتى نشرح المسألة وكأن المدينة يعني دحت مدينة بالعكس أكثر من مدينة على طبقات تحت الأرض وليس طبقة واحدة والمتحدث العسكر الإسرائيلي كان يتحدث عنها بأنها هذه مدن وليس حتى مدينة أكثر من مدينة وتصور أنه في بناء مثلا تريد أن تقصف المبنى الأول الطابق الأول فيه بالتأكيد تينهار هذا البناء وهذه عبارة عن زلزال بشري وليس بزلزال يعني بإرادة طبيعة زلزال يخطط له البشر من أجل إغراق غزة في هذا البحر وستؤثر على كل المنطقة وتكون قطاع غزة كله تحت الألقاد وتحت المياه هذا إذا طبعا فكروا بهذا الفكر الجنوني العبقري يعني ولكن أعتقد أن هذا في إطار الحرب النفسية ليس أكثر والأقل ولكن هذا التفكير هو موجود على الأقل في التقارير التي تنشرها كبرات الصحف الأمريكية مثل الول ستريت جورنال التي أفادت نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إسرائيل أقامت نظاما كبيرا من المضخات يستخدم أو قد يستخدم لإغراق هذه الأنفاق تمام إحنا استمعنا لقوات الاحتلال وهي تقول دمرنا أن مئات بل ثمانمائة حوالي فتحة نفقهم لا يعرفوا بأن النفق قد يكون له مئة فتحة أصلا النفق الواحد ولدي مئة فتحة ليس بالدورة فتحة النفق هو النفق نفسه مخرج النفق أو دخول النفق نفق هجومي نفق دفاعي نفق الاستقرار العداء والعلاجات يعني بمعنى أنت تتحدث عن مدينة كاملة تحت قطاع غزة ممكن أن يكون تجربة أن يدخل بعض المياه البحر إلى أحد الأنفاق المنعزلة والمطرفة بعيدة عن تجمعات السكانية كاكتبارات أو نوع من التهديد كحرب نفسية وبالتالي هناك كمن يقول أن تتذكر المتحدة ويقول منعنا الاحتلال من أجل أنه لا يقوم بهذا العمل الجنوني ونحن نراقب عمل وداء الجيش كمن نراقبه الآن في منطقة الجنوب لا يتعرض للمدنيين وينقله المناطق الآمنة كل هذا بدون البورغاندا والحملة الحرب النفسية على شعبنا أعتقد هذا الفعل لا يستطيع القيام به أولا بأسباب تتعلق بالجانب النفسية الجانب الآخر نتحدث نعم هذا العمل لا يؤثر فقط على مدينة غزة بالعكس يؤثر حتى على كل البيئة والتربة المحيطة التحلل تعرف تربة قطاع غزة هي عبارة عن تربة رملية والمحيط والأبعاد يعني هم الإسرائيليون والاحتلال الذي يدمر البشر هل ستأخذه شفقة بالحجر؟ لا ليس بالضرورة أنا لا أقول إنه هو شفقة على الحجر ولا على البشر أنا أقول إنه في حان استخدام ذلك إغراق قطاع غزة أنفاق قطاع غزة بلت لا تحدث عن نفاق أنا قلت ممكن أن يكون يمارس في الموضوع عن نفاق أما تتحدث عن أنفاق بطول 500 كيلومتر كما يتحدثون إن كان الغرب أو دولة الاحتلال واليوم يعني فشلوا فشلا كبيرا بمراقبتهم واستجذبوا الطائرات المسيطة الأمريكية واليوم البريطانية دخلت وبالتالي متابعة هذا الأمر إغراق أنفاق غزة أنفاق غزة مجملهم بمياه البحر معنى ذلك إنهيار المبنى الشامل إن تتحدث مش عن مبنى تتحدث عن مدينة غزة والبلدن الأخرى فوق هذه الأنفاق الموجودة في حين إغراقها بالتأكيد لا يفتح النفاق تنزل كل قطاع غزة تحت الأنفاق بما فيه حتى جيش الاحتلال الموجود يعني هذا عمل جنوني هذا عبارة عن سنامي أو زلزال كبير بس بأيدي بشرية هذا العمل لن يقوم وأنا أعتقد أن هذه الدعاية فقط لا غير وحتى المستوطنات المحاذية ستتأثر وتكون هي أجلًا عرضة إلى التدمير لأنه نحن نتحدث عن بيئة في أنفاق حجومية حتى وصلت المستوطنات نفسها ويبدو أن هناك أساتذة حتى في جماعات إسرائيلية يشاطرونك الرأي سيدة اللواء إحداهن وهي دافني ريتشموند باراك أستاذة في جامعة رايخمان الإسرائيلية مؤلفة كتاب عن القتال تحت الأرض تقول أن تدمير أنفاق حماس هو الجانب الأصعب في مهمة الجيش الإسرائيلي ومن بين أهمها وعلينا أن نتحل بالصبر وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت يعني هم يعترفون بأنها مسألة صعبة لكنها في وقع الأمر مطروحة هناك علماء يقومون ربما بتجارب في هذا الخصوص سيدة اللواء شوف يعني فوق الأرض أن يقوم الاحتلال بتقطيع غزة لأربع أوصال الآن قد تعول ثلاثة ويمكن المرحلة القادمة سيكون فصل يونس على الرطح وبعد ذلك يكون كمان احتلال محور فلدفية العازل ما بين رطح المصري ورفع الفلسطينية وبالتالي يقسم القطاع لأربع أقصان هذا فوق الأرض تحت الأرض لا يستطيع أن يقسم الأرض بمعنى يعمل عازل كاملة بين منطقة ومنطقة ككرة وبالتالي يغرق بالمياه منطقة وينتقل لمنطقة هذا شيء يعني ضرب من الخيال والجنون لذلك أقول أنه هذا ليس مستبعد بل هذا مستحيلا يمكن أن يقوم بإغراق أحد الأنفاق المعزولة والبعيدة عن التجمعات السكانية المبنية لذلك نقول هذا الأمر يعني غريب وليس ممكن هذا تفكير شيطاني الأهم من ذلك هو سيتأثر بذلك مستوطناته محيطه والبيئة كلها تتغير تحلل البيئة نحن في المنطقة تعتنا أرضنا الترابية بمعنى رملية لا تحتمل هكذا الإجراء الذي أنا أعتقد أن هذا في إطار الضغوطات التي تمارس على المقاومين وطلب تدخلات أوروبية وأمريكية كأنهم أوقفوا يعني الزلزال القادم على قطاع غزة ويكتفوا قطاع غزة أن تقتل يوميا بمعنى بعدل 300 إلى 500 شهيد تقريبين المعركة الكبرى اليوم نحن نتحدث عن أنه معركة مستمرة هذه معركة للكل الفلسطيني لا نستخدمنا أحدا بما في الضفة الفلسطينية اليوميا اجتيالات واعتقالات بالجملة ونحن نعتقد بأن هذه معركة طويلة ولذلك ليس بالضرورة أن نستمع لهذه اللغة حتى لا تؤثر علينا لأنه نحن الآن في معركة عم نموت يوميا ماذا يعني الفلسطيني أن يهددني دولة الاحتلال بغراق غزة بالمياه مارسوا كل القصف حتى القنابل الزلزالية استقدموه وجربوها في قطاع غزة لا يوجد نوع من استلاح الغربي الغير مباعلة في العلان لم يجرب في قطاع غزة في طوال شهرين ولم يتقدم ولم يحقق أهدافه إذا وصل دولة احتلال بجنونها العسكريين والأمنيين فيها وخاصة نتنياهو الذي يريد أن يدمر غزة لكي يبقى ويقول فعلت فعلا أمنية لأحمي هذه الدولة العبري اللي هي أصلا لقيطة في المنطقة أنا أعتقد هذا عمل جنوني لن يقدموا عليه ولن يستطيعوا أن يقدموا عليه أيضا ما يعضد هذا الرأي الذي تتفضل بذكره أحد المهندسين المدنيين الإسرائيليين وهو نقيب في احتياط الجيش الاحتلال يقول أن الدرس الذي تعلمته حماس على الأرجح من الغرات الجوية في العام 2021 أن الحفر بشكل أعمق وتغليف نظام الأنفاق بالخرسانة المسلحة التي لا تؤثر فيها الأسلحة العادية وأنا أتفق مع هذا الرأي وأبعد من ذلك وفيناك في طبقات سكنية وليس طابق واحد تحت الأرض وبالتالي أن التحسين موجود وهو أصل حينما يقول أنه حصن نفسه تحت الأرض بما يتجاوز القنابل التي تقففها دولة الاحتلال يعني محصن ضد القنابل حتى محصن ضد التجسس الاستخباري بمعنى لم تفلح كل الطائرات الاستخبارية التجسسية للدولة الاحتلال والولايات المتحدة كانت موجودة اليوم استقدمت الطائرات اللي هو البريطانية وكأنهم اليوم جابوا يعني بمعنى القوى العظمى في موضوع السايبر والخاص بالطائرات اللي هي المسيرة التتجسس على قطاع غزة والوصول لا يستمعوا لشيء لا يروي شيء لا يستطيعوا تحديد حتى مكان النفق وليس فقط الأفراد كما يدعي المقابرات البريطانية جاءت هذه الطائرات من أجل متابعة خمس بريطانيين تحت الأنفاق موجودين لكي يتعرفوا على وجودهم نحن نقول أن هذه المعركة معركة عدوان ثلاث دول في مجلس الأمن تتسلح بحق الفيتو وتشارك في هذه العدوان بريطانيا وأمريكيا وفرنسا إلى جانب طبعا ألبانيا إلى جانب دولة الاحتلال قطاع غزة ليس بهذه القوة التي تواجه كل هذا العالم ولكن إذا المطلوب إنهاء الشعب الفلسطيني وتهجيره القصري فشلوا في ذلك وأنا أحذر أن هناك خطة أقرى بديلة بقطة التهجير الطوعي الذي يتطلب أن خروج الناس بعد وقف العدوان لا يجد أي عنصر من عناصر الحياة للبقاء فيها وقد استمعت إليك وتحدث مع زميلي السابق وهو يؤشر بشكل غير مباشر لهذا الموضوع من يمنع الفلسطيني حينما يخرج من تحت هذه المعركة ولا يجد لا بيت ولا مستشفى ولا مدرسة ولا طريق ولا غاز ولا كهرباء ولا جامع ولا كنيسة ماذا سيفعل وليس هناك أفاق للحياة بالتالي هو دمر حتى إمكانية الحياة في قطاع غزة ومن ثم تأتي بعض الدول الإسكندينفية أو أولاد المتحدة لتعرض عليهم اللجوء الإنساني وإعطاهم جوازات وإقامات في هذه الدول هناك مخاطر كبيرة فيما بعد الحرب أكثر بكثير من إجرام الدم واليوم لذلك يجب أن نكون منتبهين كيف نحمي أبنائنا ونمكنهم من بقاء في قطاع غزة العزيز على قلوبهم والذي رفضوا التهجير منه لكن لا يكون هناك إجرة طوعية من أجل البقاء والحياة في المستقبل وهذا مطلوب من كل إخوتنا العرب إلى جانب دول الصديقة أن توقف إلى جانب شعبنا في قطاع غزة لإبقاء المواطن في مكانه وتنميم جناحه ودفن شهدائه وبالتالي مساعدته على البقاء في هذا المكان الخطة في دولة الاحتلال ليست تهجير القصري لأنه يعرف تماما بأن هذا أمن قومي لمصر لن تسمح فيه وبنفس الوقت الأردن قالت هذا عمل عدواني على الشعب الأردني لذلك نقول إمكانية تهجير القصري غير واردة الآن ولكن التهجير الطوعي واردة لأنه لا يبقي في الحياة شيئا ممكن أن يعيش من أجله أهلنا في قطاع غزة طيب والعدوان مستمر وأنت تتحدث سيادة اللواء والقنابل الضوئية تنير سماء غلاف غزة ومناطق في غزة في الشمال تحديدا وطبعا استمعنا قبل قليل إلى قادة الاحتلال الثلاثة نتنياهو وغلانت وغلت وهم يتحدثون عن استمرار هذا العدوان وعن تكرار سيناريو ما جرى في شمال قطاع غزة تكراره في الجنوب وربما أنت أيضا استمعت إلى ذلك سيادة اللواء نعم صحيح وأسأله سؤال مباشر عن مياه البحر الذي ممكن أن يدخلها تحت الأنطاق ولم يجب قال لا نريد أن نعطي معلومات وكأن الموضوع سري جدا للغاية لكن خلينا أقول شيء آخر بما يتعلق في حرب الجنوب نحن تابعنا موضوع ما حصل في الشمال وفي مدينة غزة وحتى الآن دولة الاحتلال لن تستطيع السيطرة على ذلك بدليل الخسالة توقع في صفوفهم في بيت حنون التي لا تبعد عشر أمطار عن حدود 67 في منطقة جحر الديك التي تعتبر منطقة زراعية ومعروفة لكل قطاع غزة ودخلوها في اليوم الأول وهي لا تبعد حوالي 700 متر فقط عن الحدود تلقوا ضربات بالأمس فيها السيطرة على قطاع غزة تتطلب العدوء ولا تجد مقاومة الآن المقاومة ما زالت موجودة لا أقول أننا لدينا جيش جرار وقوات كبيرة جدا ولكن روح المقاومة الموجودة لا يمكن لم نرى صورة بعد شهرين خروج مقاتل يرفع الرأي البيضاء أو مثلا شالح ملابسه وسلم نفسه ولم نجد حتى الصورة التي يتحدثون عنها بالقتال وهناك هيئة الأورو متوسطة قلق قبل قليل يوم بعد الظهر بأنه تعداد تسعة من عشر أفراد هم مدنيين من استشهد في غزة يعني تسعين في المية من شهدائنا مدنيين نحن نتحدث اليوم عن 22 ألف منهم حوالي 16 ألف وستة تحت الأنقاض وبالتأكيد هناك تحت الأنقاض تحت الأنفاق واليوم لدينا معلومات تقول من 43 جريح ممكن حوالي 30 أو يقارب 30 ألف عمليات بتر بالرغم من كل ذلك بقي الفلسطيني في الأرض ولا يريد أن يخرج منها ونأتفق مع زميل السابق الذي قال خرجوا بـ 2008 لمدة 72 ساعة ويعني تمولوا تمولهم وعادوا مرة تانية لا أحد يرغب تخرج من قطاع غزة ولا حتى من كل فلسطين هذه الأرض حنونة على شعبنا وهي قادرة فيهم وهي أيضا أنتم استطاعت تحميهم تحت الأرض وفوق الأرض أشكرك جزيلا شكرا لواء محمد المصري الخبير في أشهود الأمنية والاستراتيجية كنت معنا من رام الله